خطف فريق الرمادي نقطة ثمينة من مستضيفه النادي البحري عندما خرج متعادلاً معه بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الدور العراقي للدرجة الأولى بكرة القدم دعنا نقول بأمانة اليوم قدمنا مباراة اكتيكية التي طلبت من اللاعبين نفذوها بشكل حرفي وأعتقد هو هذا اسلوب مدفع كل العالم فالشاهد منتخب المغرب الذي حصل رابع على العالم دافع بنصب العابة ولعبنا على الهجم المرتدي النادي البحري واحد من أندي محترم جداً يمتلك اللاعبين على مستوى عالي ويمكن الأخوان المعرفة وصل لخمس سيام الفريقاني يمكن اليوم لعبت اللاعبين أول مرة يلعبون أعتقد نقطة ممتازة جداً كنا نعوّل شواط الثاني في اللاعبين بأنه نادي البحري هندفع الأمام وراح يصطر فراغات فصوصاً أربعين ناردي لكن الحمد لله أشكر النقطة من أرض نادي البحري اعتبرها جيدة الفريق قدم مباراة كبيرة قدر أن نقص على نقطة من نادي البحري بالترتيب أعلم لعدنا فالحمد لله أشكر جهود مشكورة من قبل الكادر التدريبي قال المباراة بصورة صحيحة وأيضاً الأخوان المساعدين أيضاً ما قصروا من اللاعبين جهود أب أنطم جهود مضاعف في سبيل حصد نقطة أو ثلاث نقاط من فريق منافس فريق صعب الحمد لله أشكر نحن نادر الماضي مرأينا بظروف صعبة الكابتن ساتح سنان صار إلى خمس أيام عدنا إصابات بالفريق فالحمد لله أشكر الفريق إن شاء الله بين المرحلتين رح يقدر يعيد الفريق يقدر يعيد هيكلة الكابتن بالنسبة لنا نعم لأن خارج ملعبنا مدرب جديد عندنا خمس لاعبين نقص خمس لاعبين أساسيين وعندنا لاعبين جدد هاي أول مباراة تشتركون نعتبرها الحمد لله رب العالمين وشننا نحن أقرب للفوز آخر فرصة بس الحمد لله نقدر نقول يعني شفنا أنه قد يحوم من أجه التعالي تقريباً حسب القطة اللي شفناه نعم 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 نحن جايين عن نقطة بس إذا جت لثلاث هم الحمد لله